اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم هنا في حلقة جديدة من حلقات تعلم انجليزي عزيزي وهي في حلقتنا النهاردة بنكمل سلسلة الحلقات اللي هتكون مخصصة لصناع محتوى الطبخ اللي محتاجين ترجمة او متتمين بالترجمة اخدنا في الحلقة جديدة الطبخ والنهاردة هتكلمهم عن اصناف الطعام وازاي يترجموها للغة الانجليزية اه هنتكلم عن اصناف الطعام بشكل عام ومعانا اول حاجة بمعنى حبوب ممكن بعد كده نعمل حلقات ان احنا نتكلم عن الحقوق اه اه لوحدها وميت لوحدها وهكذا عندي تاني حاجة معي لجيومز 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 بمزق بمعنى بكوريات معنى ايضا ميت 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 اللحوم ميت لحوم معانا كمان سيفود 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 بمعنى المأكلات البحرية واحنا مخصصين حلقة في القناة بعنوان سيفود نقدر نرجع لها وآآ نرجع مع بعض سيفود معايا كمان بولتري 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 بمعنى الدواجن بولتري بمعنى الدواجن كل ما يخص الدواجن من الطيور والدجاج والاوز والغط وهكذا معي كمان ديري بروتكس ديري بروتكس ديري بروتكس ديري بروتكس بمعنى منتجات القلبان ديري بروتكس منتجات القلبان معي كمان بجيت بولز بجيت بولز بجيت بولز بمعنى خضروات بجيت بولز بمعنى خضروات بجيت بولز معي كمان فروتس فروتس بمعنى الفواكه فروتس فروتس معي ايضا ناودس 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 بمعنى المكسرات ناودس ناودس منكسرات معي ايضا ويت بتز ويت ويت القمح معي كمان رايز 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 بمعنى الأرس رايز 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 الأرس معي كمان كورم 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 بمعنى الذرة كورم الذرة كورم كورر كورر كمان معي ماكرونه ماكروني 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 ومعايا كمان باستا 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 اللي طبعا المكرونا عندي ليها اسمين في الانجليزية ماكروني ماكروني او باستا باستا معي كمان نوديلز 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 اللي هي الشعرية الصينية نوديلز 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 الجعرية الصينية نوديلز إلى اللقاء كماننة نوديلز بريد بريد بمعنى خبز معي كمان بريد كرامبلز بمعنى البقسمات الخبز المطحون او البقسمات طبعا صنع المحتوى المهتم بالطبخة في استخدام البقسمات او بريد كرامبلز في صنع البنية هنا يشابه معي كمان فلاور بمعنى بقيق ونطق مشابه جدا او متطابق مع كلمة بمعنى وردة فلاور دقيق فلاور عندي كمان اوت 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 بمعنى نبتة الشوفان اوت نبتة الشوفان ممكن اجمعها واقول بقى حبوب الشوفان وتجنب تكون اوت 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 هاديف اسه في اخرها ومعي ايضا سيمولينة 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 اللي هو اسميد او اسمولينة سينغوينة السينغوينة السيميت السيمولينة معايا كمان بورلي 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 بمعنى الشعير بورلي 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 ومعايا كمان فريك 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 بيين من صورة انه الفريك الفريك معايا ايضا بورغل 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 بمعنى ال بورغل بورغل معايا كمان بورغل 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 وأنا جبت الكوسكوس مخصوص لإخواتي المغرفيات متبينة في القناة لأنهم دايماً يستخدموا الكوسكوس في أكلتهم اللذيذة الرائعة كوسكوس كوسكوس اللي هو الكوسكوس المغربي طبعاً في النهاية أحب أشكركم Thank you You're listening to me See you next time إن شاء الله Don't forget Why Like 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 And Goodbye